ده اللي يخلينا على طول نخرج من الخطوة المتقدمة دي اللي مصر بتعملها لانها ادرت تقف الى ما يحدث في فرنسا ليه اليوم مبارح كنا يعني رصدين حالة من العنف المتصاعد في فرنسا لدرجة ان مسؤولين كتير في فرنسا كانوا مندهشين جدا انهم لم يروا مثل هذا العنف الذي يحدث ليه المظاهرات السلمية حتى ممكن يحصل فيها بعض العنف لكن المسألة وصلة الى درجة التخريب والتدمير وعايز اقول لحضراتكم مثلا النهاردة حصل ما يمكن او تم الكشف يعني عما يمكن اعتباره نقلة نوعية في احداث فرنسا اللي هي ايه انتو فاكرين في مصر في مصر لما كانت فيه مسيرات ومظاهرات وناس بتكسر اللي رصفها يعني لكن البلد اتهزت لما لقينا فيه البعض تجرق وحرق المجمع العلمي فاكرين المجمع العلمي اللي في التحريب ليه الناس اتهزت مع انه كل يوم قاعدين يعني يقلعوا طوق البلاط ويكسروا في اسوار لكن لما المجمع العلمي اتحرق لهو انت لا الناس دي مش معترضة ومش محتجة الناس دي بتخرب البلد وبتخرب تاريخها وبتنهي على معلم من معالم البلد التاريخي لانه المجمع العلمي ده يعني فيه تاريخنا كان حاجة عظيمة جدا وموجود فيه نسخ اصلية من كتب كذا وموجود يعني حاجة من تاريخك فالناس انزعجت النهاردة حصل ده لما تم التخريب المتعمد لقوس النصر قوس النصر ده الرمز الكبير اللي موجود فيه شارع الشانزليزي اشهر شوارع العالم والشارع ده شارع الشانزليزي طوله حوالي اتنين كيلو ومتين متر وبيقف قوس النصر ورونه يا جماعة يعني قوس النصر بيقف فيه الشارع في اخره في اخر الشارع ده المواجه لقوس النصر فيه المسلة المصرية في حوالي اتنين كيلو ومتين متر الجماعة المحتجين لما بتوع السترات السفراء دول لما وصلوا عمليات التخريب التخريب المتعمد عملوا حاجة غريبة جدا انا اوري لحضراتكم التمثال ده ده التمثال اللي هو بيسموه رمز الجمهورية الفرنسي امرأة هاي شامخة واقفة وهذا التمثال موجود في ميدان الجمهورية هذا التمثال رمز للقيم اللي ارصتها الثورة الفرنسية لان هي كل القيم مؤنسة يعني الحرية والمساواة فكل القيم مؤنسة فعملوا التمثال تجسده امرأة شامخة وعشان يقولوا كمان ان هما خلاص الفترة بتاعة الحكم القيصري الملكي الزكوري انتهت هذا التمثال موجود بقى اللي هو رمز الجمهورية الفرنسي موجود زيه بقى في المؤسسات وفي الميدين وكان فيه في قوس النصر تمثيل نصفية لرمز الجمهورية الفرنسي النهاردة لما تعرف ان هذا التمثال تم تهشيم نموذج ليه في قوس النصر فتبدأ تخاف تبدأ تقلق تبدأ تقول انه اللي موجودين دول مش مجرد متظاهرين محتجين على قرار الدولة خدته ولكن انت بتخرب تاريخ تاريخ باريس ورونة جماعة حتى اهو يعني يعني هتشوفوا حضراتكم اهو ده ده قدام قوس النصر اللي هما واستهدفوه واستهدفوه دي نقلة نوعية انت بتتكلم على اعمال وصل النهاردة اعتقال حوالي 421 واحد من المتظاهرين يعني عدد مش قليل مش قليل خالص اعتقال 131 مصابين منهم حوالي 21 من رجال الشرطة بتيجي الادارة الفرنسية تقول لك خلاص انا مفيش قدامي غير انه انا استخدم التواريخ ليه؟ لانه في لحظة معينة خرجت المسألة من كونها مجرد احتجاج الى عملية تخريب ضخمة ضخمة لرجة انه الرئيس الفرنسي لما كان حتى بيتكلم هو في الارجنتين لسه فهنا الصورة واضحة عند الرئيس الفرنسي انه هؤلاء المتظاهرين بيسعوا فقط لنشر الفوضى وانه بشايف انه اعمال العنف غير مقبولة وانه هيتم وده اللي اكد عليه الرئيس واكد عليه المسؤولين الفرنسيين انه مواجهة العنف ستتم بكل الطرق وبكل السبل وانه لا خيار لهم في انهاء هذه الحالة لانه عايز اقول لحضراتكم مثلا الاحتجاج ده بتاع السترات السفراء اتنقل اتنقل لبلجيك النهاردة اتنقل لهولندا فانت بتكلم على موجة معدية للدول الاوروبية فيمكن ان تتحول اوروبا الى كتلة من الفوضى العرمة التي لا يستطيع احد ان يتحمل وجودها لانه اي بقرة في العالم بيحصل فيها فوضى بتأثر على بقية العالم انا عايز اوري لحضراتكم لو الصورة جهزة يا شباب صورة اللي هو رمز رمز الجمهورية الفرنسية اللي تجرى المحتجين ويعني كسروا هنا مش مجرد عملية تخريب يعني مش مجرد عملية تخريب عبر اهو اهو ده 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 تمثال نصفي زي ما قلت لحضراتكم احنا عرضنا الصورة الاولانية بتاعت التمثال الكامل اللي هو رمز الجمهورية الفرنسية ده نموذج او اه تمثال نصفي من هذه من هذا التمثال اللي هو رمز الجمهورية الفرنسية اتكسر الاشارة ايه الاساسية اللي احنا بنتكلم فيها بنتكلم فيه انه فيه فرق بين الاحتجاج وفيه فرق بين المخطط اللي ممكن يبقى بيسعى اصحابه الى هدم وتخريب الدول ولذلك كان طبيعي يعني هو اه ماكرون كان برا يعني كان لسه فيه الارجنتين في قمة العشرين لكن اول ما رجع زي ما حضراتكم بتشوفوا بيتفقد الشرع الشانزليزي وبيتفقد قوس النصر وبيشوف ايه اللي حصل في قوس النصر لان زي ما بقول لحضراتكم مؤشر خطر انت ممكن تتعامل مع الموضوع يعني عادي يعني كسروا هنا شوية وكسروا هنا شوية لكن الرمز اه اه الناس لابد ان تتوقف عنه ورونا يا جماعة اه ماكرون هو بيتفقد اه قوس النصر اهو اهو موجودين هو طبعا طبعا احنا كنا بنكلم بارح ان هما دفعوا بحوالي ستلاف واحد من من رجال الامن لتأمين المنطقة وعملوا منطقة في قلب باريس اللي هي سموها منطقة تحت السيطرة اه وبتجد الدولة الدولة اه حتى رغم ان يبقى فيها مشاكل لكن بتجد نفسها لا بديل امامها الا استخدام الطوارئ يعني خلاص انتوا مصرين على العن خاصة مثلا يعني كتبوا على قوس الناصر كده قالك السطرات السفراء ستمتصر وكتبوا على قوس الناصر انه لا انه لازم ماكرون اه يرحل فحالة التحدي اللي هي عايز اقول لحضراتكو على حاجة الشباب الفرنسي الوقتي في حاجة لطشاء كده تشبه اللي كان لاطش الشباب عندنا في يناير يعني الشباب الفرنسي اللي قاعد بتكلم لا بتكلم عن ما هو ابعد من قرار رفع اسعار المحروقات لا الناس بتكلموا في اداء الحكومة في انه ماكرون لازم يبقى في انتخابات مبكرة لانه لا يجيد عمله انه منحاز للاغنية انه يعني لا يستجيب ولا يتحاور ففي حاجات بتحصل على الارض مختلفة جدا فهنا هنا هنا هل بدأوا بدئين يعني الحقيقة الوضع صعب جدا في باريسي صعب جدا خلونا نشوف انه يعني وزير الداخلية هنا بقى بيدخل على الخط وزير الداخلية بيدخل على الخط انه زي ما قلت لحضراتكو انه بيقول انه لن يترك باب الا وسيتركه ولن يترك حل الا ولجأ ليه ليه اقاف هذا العنف الذي يستشري في فرنسا بشكل كامل جدا اهو يعني الراجل قالك انه لا استبعد فرض حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات ففي حالة من حالات زي ما بيقولوا ايه حالات الهمة موجودة فيه اه اه باريس الان لانه بينه وبينكو يعني هما كمسؤولين شايفين ان البلد بتضيع يعني شايفين ان البلد بتضيع منه توانما تشوفوا مثلا الاشتباكات اللي حصلة وهو مشهد متكرر وارونا يا جماعة الاشتباكات اللي حصلة حوالين اه قوس الناصر واعتقد اعتقد انه اه يعني اه 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 بالزبط اه يعني المشهد ده يجعل الادارة الفرنسية يعني في حالة استنفار اه غير طبيعي وعايز اقولكو انه اختيار 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 الجماعة بتاعة استنفارات الصفراء هذا المكان تحديدا ليس من اه يعني لانه اه يوجع مشهد يوجع القلب كل من زار باريس وكل من صار فيه شارع الشانزلزي وكل من اه وقف امام قوس الناصر اه ودخل قوس الناصر يعني بيشوف الحاجات اللي فيه اه اه كل الرمزية هنا في المكان رمزية هنا في المكان تخلي كل الناس اللي بيتابعوا ما يحدث في حالة الاضطراب شديدة جدا وده اللي بيخلي الادارة الفرنسية مستنفارة تماما وبتحاول التعامل خاصة ان احنا بنتكلم هنا ايه المسألة مش زي مصر بقى يعني مش زي مصر في انه انت كالناس نازلة بالمالين في الشارع ومحدش عارف دول مين ويتابع مين ويتكلموا مع مين لا انت عندك احزاب اه بتحشد الناس اه بتحرد الناس ضد الادارة الفرنسية ففي حاجة اه بتحصل اه عايز اقول له حضراتكم ان النقابات العملية مش هي الاكثر اه تحريضة يعني الخصوم ماكرون هما الاكثر تحريضة ليه برضو بنتكلم اه عن فرنسا بهذا الشكل مش عشان تبعت رسائل هنا ولكن خلينا نقرى المشهد مع بعض اه وارد انه في اي دولة في العالم اه يحصل اه اترابات وفوضى وقلق واشتباكات و اه وارد اه طبعا وارد محدش يقدر اهو انت الناس بتقلب عربيات في الشوارع وناس بته اه وارد طبعا محدش يقدر يقول انه ده اه ما يحصلش وممكن واحد يقول لي يعني انت الاعلام مفروض انه ينحاز للناس المحتاج جديدة ان الناس دي لها مطالب هقولك العالم الان يقضي ويقتضي ان نقف بعقل الى جوار الدولة الوطنية والدولة الوطنية دي بمعنى اللي هي دولة ان المؤسساتها تبقى اه 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 واضحة وبتشتغل ولما يبقى ناس عندها احتجاج فبتتكلم اه 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 بالقانون بالقانون اه اه المطلق لكن لانه لانه ببساطة شديدة جدا مواصلة اعمال التخريب ممكن ان تهدم اقوى دولة في العالم يعني اقوى دولة في العالم اه لو الاعمال دي استمرت فيها يمكن ان اه تسقط ببساطة شديدة جدا اهنا مش عايزين اي دولة تسقط وفي نفس الوقت عايزين انه الناس والمواطنين اه ياخدوا حقه خلينا يعني نستمع الى